الاخ الحبيب الذي سأل ويقول اشعر ان الابواب مغلقة في وجهي فما قمت بعمل مشروع الا واغلق ووقف فيقول ماذا افعل هذا مع ان ابي وامي مات راضيين عني هل هذا ابتلاء اختبار ام انش لان الشيطان بدأ يلعب في رأسه اقول للسائل الكريم علينا ان نأخذ بالاسباب اخي الفاضل نترق الابواب ولا نمل ونأخذ بالاسباب اما تحقيق النتيجة فنتركها للملك الوهاب حبيبي واخي رزقنا على الله رزقنا على الله وفي السماء رزقكم وما توعذون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون اصنعي عندما قرأ او سمع هذه الاية بكى والاعربي الاخر بكى وقال من ذا الذي اغضب الجليل او الجبار حتى يقسم انه يقسم لنا يقسم لضعاف الايمان مثلي يقسم للمذنبين امثالي ان رزقكم مضمون وانكم ستحصلون عليه وستأخذون ما من دابة في الارض على الارض الا على الله يرزقها اي والله نعم سبحانه اذا كنا بشر وعندنا خزانة او رواتب او اعمال خاصة نأتي بالاموال من ورائها تعالوا نتأمل قليلا تلك الطيور التي تصرح وتخرج من اوكارها في النهار في الصباح خاوية ممتلئة خاوية البطون ملتصقة شدة الجوع وتنطلق لا عندها خزانة مالية ولا عندها رواتب ولا 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 من الذي يرزقها تعود ممتلئة البطون يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة يعني بطن ملتصقة جائعة سبحان الله وتعود بطانة اي شابع مشبعة ملأ بطونها رب الارض والسماء اقول للسائل الكريم ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحضر ان يلعب الشيطان في رأسك فلان هذا الذي لا يصلي فلان هذا السكير فلان هذا العربيد فلان هذا الكافر يصنع مشروعات يمسك التراب يكون ذهبا في يدي اقول لك احذر هذه الفتنة واسمع الى قول الله تبارك وتعالى ماذا يقول ربنا جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابوابا كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ايسون متحسرون اخي وحبيبي اذا رأيت انسانا بعيدا عن الله وقد فتح الله عليه فاعلم انه في استدراج من ربه سأخذه اخذ عزيز مقتدر وعليك ان ترضى وتطرق الابواب ونصيحة لا تمل طرق الابواب ولكن عندما اقوم بعمل مشروع اسأل اهل الخبرة الذين يسمونه اليوم بدراسة الجدوى ودراسة اليات السوق وما شابه ذلك نسأل الله ان يوسع علينا وعليك وعلى جميع المسلمين اللهم امين يا رب العالمين